عايز قبل ما نبدأ يعني فيه آراء متعلقة بالقوة السياسية وتثمنها لهذا التغيير الوزاري نعايز أعلق على الوجوه أو بعض من الوجوه الجديدة اللي فيه الوزار ويمكن هبدأ الأول حتى نحطت قدامي لصورة عشان ما نساش هبدأ الأول بمعالي وزير الخارجية معالي الوزير بدر عبدالعاطي واللي أقدر أقول إنه أعرفه كويس جدا واللي بعتقد إنه ما بيننا صداقة أنا طول الوقت فخور بيها ودكتور بدر عبدالعاطي واحد من أكفأ الدبلوماسيين المصريين والعرب قاطبة أتذكر جيدا إدارته للملف بتاعه لما كان متحدث دي بداية علاقة الصداقة اللي ما بيننا بدأت الأول العلاقة مهنية بحتة عندما كان متحدثا باسم الوزارة ثم سفيرا لألمانيا وقدر هذا الملف بامتياز في فترة شديدة الصعوبة إن كنتم حضراتكم تتذكروا فأنا فرحان جدا بوجود الدكتور بدر أيضا معالي الوزير الشريف فاروق وزير التموين رجل ناجح جدا في أي ملف تولاه أي ملف تولاه راجل طيب السيرة جدا مهني جدا كفء جدا بتاع شغل جدا 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 وفي ناس بالمناسبة تتكلم بالمناسبة على مساءات إيه هذا الوزير جاي مش عارف من فين ودلوقتي هتولى حقيبة كذا بصوا يا جماعة الكلام الفارغ والكلام القبله والكلام العبيط اللي بيقولوا الأخوان واللي أنا شفته أمبارح وشفته النهاردة ده كلام قبله لأنه بمنتهى البساطة أظن كل المصريين يعني أنا من الناس التي تثق جيدا في زكاء وفوع المصريين مصريين يعلمون جيدا أنه فيه زي ما بتقال كده بالجملة الدرجة الشهيرة في أوروبا والدول المتقدمة أوروبا والدول المتقدمة مش بالضرورة مثلا وزير التموين يكون جاي طول عمره وبيشتغل فيه ملفات التموين والتجارة الداخلية اطلاقا المسألة أنها حقيبة سياسية تحتاج لوضع استراتيجيات وتحتاج لكفاءة وتحتاج لدقة وتحتاج لرجل قادر على بزل المجهود وتحمل المسئولية ده على سبيل المثال للحصر طيب فده بخصوص معالي وزير شريف فاروق الدوميات السابقة والآن وزيرة التنمية المحلية واحدة من أكفاء السيدات اللي تولوا حقيبة وعندما كانت محافظة لدوميات والدوميات يحبوها جدا بل إن أنا خدت قرار النهاردة الصبح إن أنا أقعد أستطلع مع بعض الأصدقاء المهتمين بالسياسة ومهتمين بهذا الموضوع وقول ليهم دايما أراء الحقيقة جيدة يعني مش أقولي الأسماء بس الحقيقة لم أجد حد فيهم اختلف على دكتور مانال مخايل وأيضا أعرفها جيدا من خلال المهنة والعمل وما يتطلبه عمل طبعا معالي المستشار محمود فوزي زي ما حدكم عارفين هو وزير الدولة للشؤون النيابية والتواصل السياسي يعني كفاءة مطلقة مطلقة إخلاص مطلق جهد غير طبيعي إحنا عارفين معالي المستشار كان أمينا عاما لمجلس النواب عارفين معالي المستشار وهو مسؤول عن المكتب الفني أو مسؤول عن الإدارة الفنية المتعلقة بالحوار الوطني عارفين معالي المستشار وهو مسؤول عن حملة فخامة الرئيس نعلم الرجل جيدا ونعرف كم إخلاصه وكم وأيضا قدراته الحقيقة المتميزة على إدارة أي ملف أنا أقول لكم الناس اللي أنا أعرفها جيدا عن قربي بشكل أو بآخر إما بالصداقة ما أو بمهنية فرحت جدا بعودة معالي الوزير الشريف فتحي جدا لأبعد الحدود إحنا ما تعودناش في مصر إنه يبقى فيه وزير يتولى حقيبة لفترة من الفترات ثم يترك هذه الحقيبة ثم يعود وده مشهد مهم بالمناسبة إنه المسألة كلها متعلقة بكيفية إدارة الملف في فترة زمنية معينة تولى هذا الملأ تولى قبل كده حقبت الوزرية كوزير للطيران وبمنتهى الكفاءة والنجاح والآن يعود مرة تانية متوليا حقيبة السياحة والأثار وأنا واثق إنه هيتولاها أيضا بمنتهى الكفاءة والنجاح كما جرت عدته ويمكن برضو بحكم المهنة اللي إحنا احتكينا بمعالي الوزير الشريف فتحي قبل كده وكان الحقيقة رجل رائع بكل المقيس مين تاني أنا بس كده يعني دول أنا بقول لكم آه أيضا دكتور مايا مرسي يعني غنيا عن التعريف زي ما كنت بقول لكم مبارح كل ما الملفات اللي تولتها الدكتورة مايا ما فيش حاجة جلت منتهى الكفاءة وفي نفس الوقت يعني اللي هو هي مش مشغولة بأي شيء على الإطلاق إلا ملفها مش مشغولة على الإطلاق بأي شيء غير إنه أي ملف هي بتديره بتديره بمنتهى الكفاءة بمنتهى الدقة ولازم توصل إلى أقصى درجات النجاح